مهاجر إلى الزنتان عبدالله الربو رئيس صحيفة سابق بداية سيد عبدالله أهلا بك أهلا وسهلا بك أختي حدثنا كيف هي الأوضاع في العاصمة طرابلس في ظل وجود الميليشيات الطرابلس أنهكتها المصاعب ووطق الكهلها فأصبحت تعاني بالنسبة لطرابلس حاليا واصل لمرحلة لا توصف من انتشار أخص أكثر شيء لوصفتها لأخير انتشار الجريمة الجريمة اللي هي الحرابة على رزاق المواطنين ولاحظوا فيه أكثر من فيديو لإقتحام محلات المواطنين أو صيدلية والجرائم أنا توأ نكلم فيه قبل شوية جريمة قتل في صلاح الدين لمواطنه قدام عائلته تم ترماية عليه طرابلس تعاني تعاني بصدق انتشرت الجريمة ومفيش رقيبة وحسيبة ومن يحمي المواطن فالوضع مزري ولا ننسى أن العاصمة رايحة حاليا تصنيفها تاني أسوأ عاصمة في العالم يعني هذا يكفي وهو وصف تقيق لمتعاني العاصمة طيب سيد عبدالله أنتم كنشطاء وصحفيين مهجرين من طرابلس ما هو الموقف الذي سوف تتخذونه مما يحدث في هذه العاصمة طرابلس يا أختي شو ما نقول لك المهجرين داخل ليبيا وخارج ليبيا بصدق لا حول لهم القوة إلا صفحات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإداعات يخرجوا يوضحوا شم صاير شم فيه وعاد أكتر شيء أو بعض الوقفات الاحتجاجية والباقي كناشط سياسي أو حقوقي أو صحفي شم يعني المطلوب منه أكتر من يقدم فيه فهذه رسالة للجهات المسؤولة أن تنضل طرابلس إلى تبار لأن الوضع زاد عن حده انتشرت الجريمة انتشرت الحرابة القتل يومي الخطف المواطني عاني ماذا عن انقطاع الكهرباء بحكم أن لديكم بكل تأكيد اتصالات بالعاصمة طرابلس بالنسبة لموضوع الكهرباء الفترسات كانت تعاني العاصمة لمدة 3 أيام أو يومين انقطاع مستمر الفترة الأخيرة فيه تحسد هل هو موضوع مسيح أو فعلا طرح أحمال الشيء هذا غير واضح الفترة الأخيرة فيه تحسد في الكهرباء بحكم اتصالنا من اللي نعرفهم داخل طرابلس أصبحت معقولة شوية نوعا ما لكن قبلها الفترة اللي قبلها عانت بالطريقة غير عادية وهو ممكن انقفال خط الغاز أو شيء زي هذا لكن شيء هذا وارد انه يتعاود مرة تانية فنشوفه فيه كشيء مؤقت وقابل انه يرجع مرة تانية لطرابلس وتعاني من جديد طرابلس لا يوجد حلول جدرية كلها تلفقية ووقتية والمصالح معينة فقط اشكرك عبدالله الرابو رئيس صحفي سابق من طرابلس ومهجر الى الزنتان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة